طيب إحنا معنا واحد حبيبك قوي من الناس اللي إنت بتعتز بيها قوي وكل ما جات بتيجي سرطه إنت بتبقى نقص تبكي آه والله كابتن عزة أبو الروس ياه ياه وشبك كابتن عزة هيقول إيه ونرجع تاني نحل الكلام معرفتي برمضان بدأت تقريباً 77 عندما عينت كمراقب نشاط للهيئة العربية للتصنيع وكان فريق التصنيع اللي هو المصنع 36 ده الهدف إن أنا أتولى مسؤوليته لأنه كانوا ابتدوا ويدخلوا على الدور الممتاز وهم ما كانواش مستعدين فرمضان الحقيقة لفت نظري من أول يوم ولفت نظر حتى الجهاز الإداري والفني اللي كان معايا لأن الإنسان يمتاز بالخلق والسلوك القويم والاحترام وإنسان تحس أنه طموح وعاوز يبقى حاجة في كرة القدم ولو كان لحي الاحتراف كان بقى له شأن آخر وهو إنسان منضبط وملتزم والحتيتين دول بيساعدوا عن النجاح في أي عمل الإنسان يقوم به رمضان كان لعيب كرة ويذكرني بالاتنين اللعيبة كانوا متميزين رفعت الفناجيلي وصفعت عبد الحيم الله يرحمهم ليه بقول لاتنين دول لأنهم كانوا مميزين عن المجموعة اللي موجودة حواليهم كانوا يتميزوا وهو من ضمنهم بتميز بأنه لو كرة معاه صعبة جداً إنها تروح قادر على إنه يحتفظ بها كويس قوي التاني إنه بيبقى شايف الملعب عنده قدرة إنه رأي الملعب كله قدام عينيه شايفه وعنده القدرة المهارية إنه يقدر يمرر الكرة للزميل ومش أي زميل الزميل الأخطأ على الفرق الأخطر على الفريق الآخر وأكيدني أخذ الكرة بيحطها قدام زميله فرمضان الحقيقة لعيب موهوب بالطبيعة موهوب أساساً وكان ليه دور كبير جداً في فريق الهيئة العربية التصنيع مع زملائه وكان معها مجموعة طيبة جداً وممكن معظمهم لعب في أندية أخرى يعني كان فيها الله يرحم بقى إينو وكان فيه عبد السلام وكان فيه رفاة آسم وفيه محمد علي ومجموعة طيبة وحازم خفاجة يعني كانت مجموعة كلها طيبة وبالرغم إنه ما كانش أكبرهم لكن كانوا بيحبوه ويحترموه لقدرته على التعامل مع الناس باحترام زائد الناحية الفنية بتاعته تمنياتي لرمضان إنه هو يكون بصحة وسعادة ويبقى موفق دايماً في حياته كابتن عزة انت وحشنا وإن شاء الله ليك حلقة معنا لأن انت تاريخ كبير والصندوق مش عاوزوله الصندوق ليس والصندوق الأبيض بتاع كل نجوم النادي الأهلي فيسعدنا إن انت تبقى موجود معنا في حلقة من حلقات المجري كل صان طيب هتقول لي لك كابتن عزة الكابتن عزة أنا بعتبره شخصية أسطورية بس هو جاملك شوية لا آه يمكن في الاحتراف ممكن لا 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 بدحك يا راجل بس هو كان ايه يعني مؤمن بي هو جدي كده هو كان الفترة دي يا كابتن صطفى كان عارف امكانياتي ايه وكان عارف الحقيقة مقدرني هقول لك حاجة أنا أول ما جه أنا طبعا ما كنتش باخد فلوس في التصنيع أول ما جه لقيته راح لوحده من غير ما أكلمه ولا أي حاجة خالص ولا أقول له عايز ولا مش عايز راح مطلع لي مبلغ قال لي رمضان إنها ضغداء بتاعي يا صحيح